الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فنقف اليوم بإذن الله تعالى مع واحد من أهم إصدارات سلسلة رؤية للفكر المستنير هو كتاب خطوة التكفير والفتوى بدون علم هذا الكتاب يؤكد أن الإسلام دين يقفل حضية الاعتقاد فلا إقاه في الدين ولا على الدين ولا قتل على المعتقد ويؤكد أن الإسلام يسوي بين الناس في المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات على اختلاف معتقداتهم دون تمييز وأن عماده هو الرحمة والعدل وصيانة القيم وقبول التنوع واعتباره سرا من أسرار عمارة الكون ويبين أن الإسلام دين يحترم العقل أداة للفكر الصحيح وأنه بريء مما يرتكبه بعض المنتسبين إليه من التكفير أو الفتوى بدون علم وأنه لا يصح أن يحتج على الإسلام بأخطاء بعض المنتسبين إليه أو بسوء فهمهم له أو بن حرافهم عن منهجه كما لا يصح أن يحتج على أصحاب الأديان الأخرى بأخطاء بعض المنتسبين إليه ويبين أن الفتوى بدون علم إثم عظيم ومفسدة عظيمة وأن من تجرأ على الفتوى بدون علم فأصاب فعليه وزع فإن أخطأ فعليه وزعان وزع لخطأه ووزع لتجرؤه على الفتوى بدون علم فالفتوى والدعوة يجب أن تكون على بينة وبصعة يقول الحق سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصعة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والبصعة تعني العلم والخبعة والفهم والرؤية والدعاسة والتفقه وقد حظى نبينا صلى الله عليه وسلم من التجرؤ على الفتوى فقال أقرأكم على الفتوى أقرأكم على النار ولما أفت بعض أصحابه واحدا منهم كان قد أصابته جنابه وكان به جرح غائر وقالوا له لابد أن تغتسل فاغتسل على جرحه فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال إنما كان فيه أن يتيمم ويعصى أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم كما اتخذ الناس عقوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بخير العلم فضلوا وأضلوا فشأن الإفتاء عظيم وأمره جل إذ يبغي للمفتي أن يكون علما بكتاب الله وبناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده وعامه وخصه علما بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلسان العام وبأصول الفقه وبقواعد الفقه الكلية وفقه الأولويات وفقه الواقع غير أننا ابتلين بأناس لا علم لهم ولا فقه ولهم من أهل الاجتهاد ولا من أهل الاختصاص أو دريس العلوم الشرعية مما ظنها المعتبعة يسعون في عمي المجتمع بالتبديع والتجهيل والتفسيق والتكفير حتى وصل الأمر بالمتطرفين والأرهابيين منهم إلى استباحة الدماء واستباحة الأموال واستباحة الأعراض نتيجة الجهل والفتوى بغير علم ونتيجة الانسياق خلف شهواتهم ونفعيتهم وطلبهم المال والدنيا هذه الجماعات تذهب إلى أقصى النقيضين في قضية التحليل والتحريب فلأنفسهم يستبيحون الدماء والأموال والدعاء والأعراض وعلى غير المحظمون كل شيء وهناك من يسع في التكفير مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا وحظانا من الإصراع في التكفير فقال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما أما تكفير المعين وهو الحكم على شخص بعينه بذاته بأنه كافر فليس لأحد من الناس ولا لأحد من العلماء إنما هو للقضاء حتى يستطيع أن يدافع عن نفسه فهبما كان مخموعا في هذا الوقت فيعاقب على السكر إلى على الكفر وهبما تاب أمام القاضي فتكفير المعين ليس لأحد من الناس أو الجماعات أو الأشخاص أو المؤسسات تكفير المعين حكمه ومآله إلى القضاء وللقضاء أن يستأنس برائي أهل العلم في المسألة وحظانا النبي صلى الله عليه وسلم من الافتئات على الناس في أمر الآخرة فقال صلى الله عليه وسلم كان رجلان متآخيين من بني إصائيل ممن كانوا قبلكم وكان أحدهما لا يزال طائعا والآخر لا يزال عاصيا فكلما التقى الطائع بالعاصي قال له أي قال الطائع للعاصي أما أنا لك أن تقصر أي أن تقصى عن معصيتك وتقلع عنها فيقول دعني وشأني حتى ضاق به يوما فقال والله لن يغفع الله لك والله لن يدخلك الله الجنة هنا افتأت على الله ودخل فيما لا يملك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأمع الله عز وجل بهما فقبضت أواحهما فقال صبحانه لهذا الذي كان عاصيا ادخل الجنة بأحمته وقال لهذا الذي افتأت على الله عز وجل أكنت بعالما أم كنت على ما في يد قادرة خذوه إلى النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد تكلم بكلمة أو بقت أي أهلكت دنياه وآخاته ومن الأخطاء الفادحة عند الجماعات المتشددة والمتطرفة الإصراع في التحريم فيجعلون الأصل هو الحرام فضيقوا على الناس طعامهم وشعابهم ولباسهم ومعاشهم وساء شؤون حياتهم وعكسوا القواعد الفقية الثابتة التي تؤكد أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة وأن التحريم سواء في الطعام أم الشعاب أم اللباس أم في أي شيء لا يزبط إلا بدليل بنص القرآن الكريم تقول الحق سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمة على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة أو لحم خنزير فإنه إجس أو فسقى وهل لغير الله به ومع ذلك حتى مع هذه المحرمات فتح الإسلام باب الرحمة للمططر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإنها بك غفور رحيم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله فاض فائضة فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها ويقول صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فوعف أي مباح فاقبلوا من الله عافيته وما كان ربك نسيا أما الذين يسعون في التكفير والتحريم بدون علم فنذكرهم بقول الله عز وجل قل آأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا بدأ بالتحريم عدا واستنقاد على أولئي الذين يحظمون ما أحل الله على الناس قل آأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آأ الله أذن لكم أم على الله تفطرون نعوذ بالله من المفطرين على الله ممن يفطون بدون علم ويسعون في التكفير بجهد ونسأل الله أن يزقنا حسن الفهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة